بلقاء يحلو إياكم فينا من نور سناياكم وعلى درب الخير يتينا بالفرحة شوقا نلقاكم أكرمنا بالخير المولى وعبير الأحسان تجلى نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المتلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين شباب غير الحديث عن الشباب ليس سحلا الحديث عن الشباب حديث عني وعنك وعن الجميع ولكن في مرحلة زمنية معينة وخصائص نفسية وبيولوجية ونمو وتطلعات وتكوين حساس الفرق بيننا وبينهم أن هذه الحساسية ترتسم بطريقة ليس فيها الدقة والتأثير والوقع الذي هو علينا نحن لأننا عندنا شيء من الخبرة والتجربة والتكوين النفسي والنمو يختلف عنهم من ثم كان الحديث عن الشباب صعب جدا وأنا أتكلم لكم عن الشباب وموجود معي في الاستوديو هنا مجموعة شباب بل مجموعات من الشباب رح يكونون معي بعد قليل على الكرسي لسبب رح أشوفونهم وبعضكم شافهم ولكن لا نستأجل الحديث عن الشباب اليوم لافتات عريضة في مؤتمرات التربية ومؤتمرات الثقافة ومؤتمرات في العالم العربي كله بل العالم كله مشكلات الشباب المعاصر وخذ التفريعات والبحوث والدراسات والتوصيات لماذا؟ لأن الأمور بدلا من أن تأتي في حضارة وتقدم وعلم وتكنولوجيا ووعي وبث وتواصل تخفف مشكلة الشباب عقدت مشكلة الشباب للتعقيدات العالمية الاقتصادية والحضارية والتبادلية وما دخل فيها من توظيف وتوجيه فما بالك إذا غرقت المناطق بأكملها وأقاليم في قضايا حروب انعكست على الناس إحباطات فنحن نتكلم عن الشباب في هذه الظروف مع التفاوت في المجتمعات الرأسمالية الاستهلاكية التي تغطس في ثقافة الكماليات والإسراف ومناطق قلة ذات اليد لكن يبقى رغم هذا التفاوت هناك تواصل إعلامي فيوجد شيء من الدربكة النفسية والتطلع والقياسات والتساؤلات الكثيرة في هذه الأجواء ونحن نتكلم عن الشباب تأتي مسؤولية الشباب أنها مسؤولية مجتمع وليست مسؤولية أفراد فهناك المسؤولية الحكومية والدولة ومسؤولية المجتمع والمسؤولية الفردية وبالتالي لا ينفك الإنسان عن المسؤولية الفردية انفرط الجميع مدام له عقل يميز ويستطيع أن يصل للحقيقة لبدل جهده من ثم جاءت التوصيات النبوية فقبل أن ندخل في الموضوع نذكر قول الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم مشيرا إلى أهمية هذه المرحلة وضرورة استثمارها والانتباه إلى طاقاتها اغتنم خمسا قبل خمس وذكر منها شبابك قبل هرامك اغتنمها فرصة لا تعوض وطاقة لا تفوت ومرحلة لا يمكن أن يقاس بها ما قبلها ولا ما بعدها اغتنمها فرصة الحديث الثاني لا تزل قدم في رواية الترمذي وقدم في رواية أخرى عبد يوم القيامة حتى يسأل في رواية عن أربع وفي رواية عن خمس من هذه الأسئلة وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبله العمر يسأل عنه كله فسلماذا خص الشباب من ضمن العمر ما خص الطفولة أو الكهولة أو غيرها هذه المرحلة الحيوية أنا تذكر نفسي وتتذكرون أنفسكم وإحنا شايفين الواقع والشباب وردت فعله جرأته وخصائصه التي يدرسونها في علم النفس التربوي وعلم النفس الدافعي وعلم النفس الفارقي دراسات كلها عن الشباب سبعة من يظلهم الله في ظله أيضا المكافأة تكون بناء على هذا التحدي لهذه الحيوية وهذه الطاقة وعدم الخبرة من هم السبع الذين يظلهم الله في ظله وشاب النشأ في طاعة الله مو قليل في عصر المغريات والصورة الجميلة التي تخترق بمغرياتها كل بيت كل جلسة كل مكان في المقهى في الشارع في البيت في السيارة في القطار في الطيارة في المكان المختفي في غرفة النوم والأجهزة مع الناس والصورة تصل ويغلب على الصورة تذكير الشباب في الجانب الجسدي في الجانب الغريزي في الجانب الصورة الجلد المكياج الذات الظاهرية وكثيرا ما يغفل الإنسان أو يغفل الشباب عن الذات الحقيقية نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم قرآن يتكلم عن أهل الكف إنهم فتية فتية شباب إنهم فتية آمنوا بربهم إذا صفة ثانية فتية آمنوا كملوا في الإيمان وزدناهم هدى هذه الزيادة في الهدى لأنهم تحدوا وصابروا وقاوموا الشهوات والمجتمع في انحرافاته وبعدين النقطة الرابعة وربطنا على قلوبهم و لما نرجع على معنى الربط في القرآن و في اللغة و في التفسير نجد العزم و الإصرار إصرار على ماذا على الإبقاء و التشبث بالحق ليس هذا الموضوع سهل إذن و أنا أتكلم عن الشباب و في الاستوديو معي مجموعة شباب أتكلم تقسيم عام هذا اجتهاد شخصي عن خلونا نقسم الشباب إلى ثلاثة أقسام واحد شباب حائرون ضائعون تائهون بلا هدف يهيمون يعني في الحياة لا أفكارهم أفكار سليمة ولا أخلاقهم أخلاق مستقيمة و الكل يشكوا منهم ابتداء في البيت و انتهاء في الشارع و العمل و من ثم هؤلاء لا يفخروا بهم وطن و لا نسب اثنين شباب طيبون مسالمون أخيار إلا أن خيرهم منغلق على ذواتهم أو للقريبين منهم الله يعينهم يقويهم المجموعة الثالثة اللي هم رابعنا اللي الله يقويهم و يزيد بالنماذجهم خلوقون طيبون يشرفون و فوق ذلك لم يكتفوا أن عندهم خير لأنفسهم رأوا أن المجتمع عنده حاجات و أن عندهم هم طاقات و أفكار فاجتهدوا لكي ينفعوا المجتمع فصاروا من صالحين إلى مصلحين يتعدى الخير منهم للجماعة و هذه مهمة الأنبياء و لكن هؤلاء استثمروا الأدوات المعاصرة و الوسائل الحديثة و بالأفكار مبتكرة في ظل هذا الانفتاح الكبير فما أرادوا أن يكونون سلبيين شاركوا هذه المسألة زادت هاليومين في الحياة في كل الدول التي تستطيع هذه مجموعة تهتم في البيئة و هذه مجموعة تهتم في الأخلاق و هذه مجموعة تهتم في الإغاثة و هذه مجموعة تهتم أنا عندي عدة مجموعات في كل فاصل راح أخذ آخذ مجموعة مع هؤلاء الشباب القسم الثالث الطيبون الذي نرجو أن يكثر الله من أنثالهم و يعينهم و إحنا حياتنا كلها في شبابنا فيا شباب استغلوا طاقاتكم و هذه نماذج و الساحة مليانة بنماذج و بعد الفاصل نلتقي معهم بإذن الله إذن قلنا أن حلقتنا مع شباب غير أي الشباب الذي له همة و يفكر لكي يطلق الخير و الطاقة اللي عنده لنفع الآخرين و المجتمع و من ثمهم على خطى الأنبياء ما نعرفهم إلا من خلال أعمالهم مرحبا بك أخي عبدالله الأنزي يا هلا والله أشكر أخي عبدالله أنت أخوك درس عندي مادة قبل سنوات و بعدين فجأة لاحظت في اليوتيوب بعمل فعرفت أن أنت و أخوك و أقاربك و مجموعة ربع طلعتوا هذا العمل ثم عرفت أن أسميتوا نفسكم استفهام ثم انتشر الموضوع الذي سوالكم دعاية كبيرة فيديو الأم الذي قام قبل شهور أنتوا شباب قاعدة و ديوانية وأنا أذكر أخوك عزمني مرة بعد ما تخرج و كنتوا شباب مجلس فجأة صار لكم عمل تكلمني كيف ولدت الفكرة و خارج الإنتاج عندما كنا شباب دائما لقاعدة دوانية و جاءت الفكرة من أحد أقارب عبد الله قال ليش من نسوي قناة باليوتيوب قناة باليوتيوب قناة باليوتيوب بنا عرض الفلام باليوتيوب و و شاء الله فبداية ما كنا نتقبل الفكرة بدأت الفكرة و و وقنا عليها و بدأنا أول فكرة فيلم لحظة غضب فيلم؟ لحظة غضب لحظة غضب نعم حبينا نسوي رسالة اللي هي إن إنسان لحظة غضب ممكن يفقد ناس عزيزين عليه عقاربة أو استقاءة فحبينا نسوي رسالة إن وقت الغضب لازم إنسان يتمالك نفسه لإنه إحتمال يندم يسوي شيء يندم عليه بعدين و هذه كانت رسالة الفيلم لحظة غضب نحن نريد لحظة غضب الآن مع الجمهور اللي سويتو شباب ليس يعني مختص في الإعلام لكن هاوي حب الشغل اجتهد و طلع لنا مثل هذا العمل الجميل أجل هل بتحل لتحل نفسه؟ هل بتحل لتحل لحظة؟ يعني ؟ هذا تحل لحظة علماء لا 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 ليس باللعب لماذا شذف؟ ياخذ ذلك من غباءك شبسوية؟ احترم نفسك لا تقوم بتحضيل وراي شيء احترم نفسك معنو نفسك بطقة يلل تعال يعني اقوم تعال لو بينا نرجع الزمن بحركة نغير ردد فعلنا ونشوف شو يصير صحيح أننا ما نقدر نغير الماضي لكن نقدر نغير الحاضر صحيح صحيح نقدر نغير الحاضر تطلع من لحظات الغضب كلمات أصعب من اللي قلتوها نحن واقعياً خليناها حقيقة وإن كان قطعناها في أول الفيديو سويت الشريط شنو الأثر اللي شفتوا اللي لمستوا أنتو كشباب والله لمسنا بالتعليقات في ناس قالوا أن في موقف صار أنا خسرت أخوي واللي قال أنا خسرت صاحبي وشنين ما كلمنا بعض صحيح الكلام منه ممكن أنت ما تقرر تغير الماضي لكن تقرر تغير الحاضر بأنك تعتذر هذا الشيء الجميل اللي برسالها ورسالة وصلت والاعتذار طيب والصلح خير كما يقود القرآن سواء بين زوجين أو في الحياة صحيح أنت بنفسك لما تسوي مثل هذا العمل أكثر شخصي عليك إيه أنا أشوف ناس يسمون علي بالمجمعات الصادفون يقولون والله أنه لما شفت الفيديو مالك أنا راح تعتذرت الرفيجي اللي بصال سنين ما تكلمت معه وما شفت واجهته فالشكر وكلام الناس شيء جيد وشيء طيب يعني يفرح الإنسان أحمد الله الإنسان يفرح بالخير الذي سوى ويحمد الله سبحانه وتعالى أن يكون أداة إيجابية الجهد ما كثير تأخذونه في هذا الشريط هذا؟ الفيلم نفسه هذا؟ هذا أخذنا تقريبا ثلاثة أيام وصورنا لنا كان بسيط جدا كانت تقريبا دقيقتين ونصف يعني لم يحتاج الوقت كيب طيب الفيلم الذي كلمتوني عنه قبل أن يطلع أنتوا طبعا زرتوني في البيت قبل الفيلم هذا اللي حين راح نتكلم عنه فيلم الأم اللي سميته إيش؟ أجمل ثلاث حروف أجمل ثلاث حروف هذا أنا خارتكم أم أحمد زوجتي تقول جاه أكثر من عشرين مكان الأخت الثانية تقول الأخ الثالث خلال يوم أظن وصل المعدل التداول كم؟ مليون مليون وخلال يومين؟ مليون واليوم الثالث صار؟ ثلاث ملايين أظن الشريط الأول اللي هو لحظة غضب كان 2013 شهر عشرة أما شريط الأم كان؟ شهر ثلاثة شهر ثلاثة شهر ثلاثة شهر ثلاثة هذا الشريط أنا تأثرت به كثير لأن العمر له دور لكن هذا المعنى ربما يظن الإنسان تجاوزه لأنه كبر ولكن ما تفسر هذا الامتشار السريع لهذا المقطع البسيط؟ هذا الفكرة أولا جت من محمد أخوي قال لنا نقدم فكرة جميلة حق الأم فالصدفة كان شار ثلاثة إنه هو يوم الأم فقال لنا نقدم شي بسيط بقيمة كبيرة تصويره كان بسيط لكن قيمة كان جدا كبيرة إذن انتشار القيمة؟ وكان عام الوقت هو اللي ساعدنا إنه كان بهذا الشر هذا لكننا نريد أن نبين شغلة من هذا الفيلم إنه ليس شرط نحتفل بالأم في اليوم هذا كل أيام السنة هو يوم الأم إذن المخرج أضع لنا بعض الأقطة جميلة دعونا نذكر أمهاتنا به الأيام الكريمة يا شيخ اللي أمه راحت الله يرحمها و أبوه يدعو لهم أمه موجودة والله العظيم يا جماعة فرصة ما تعود والله فرصة ما تعود والله اليوم نحن بهذا السن يعني نرى أمك يصير عمرك خمسين سنة؟ ستين سنة؟ إذا أمك موجودة تقول لك يا أوليدي لا تسرع خل بالك أكل صح أفتح فمك ليش؟ لأن الأم ولدها طفل ما دام حياً هذه قاعدة ها؟ نعم فالله هنكم في شبابكم والله نشوفها كلها ولا أي مقطع بس؟ يلا نشوفها يا شيخ كلها دائمي نعليك على باب المكتب أي شيك لي آخر رقم ثلاثة خمسة ستة إيلا تقبأ نعطلك ها بشرنا يلا ماشي ألو هلا يما مشغول لحي مو مو وقتا مو كلمة محمد ألا مشغول يلا يلا باي ما أقدر ما أقدر ما أقدر يلا ألو هلا والله ها بشر بي ماينس والله يبشرك بالخير والله أنا محظوظ وما شون طلحت منها المادة هذي يبقى لك البشارة خلاص ماشي ماشي اليوم العزيمة اليوم إن شاء الله خيرا صدق أنك محبوب بخصوص المادة والله ممتصور لشون مشت معي يعني الشباب كلهم مدرسوا وشهدوا حيلهم أنا قلت قبل أن تحارب ساعتين يمكن على الماشي ومشت على البركة عرشان ولكن أنا لا أقصد هذا الماضح لماذا تقصد؟ أمك تدقى لك أين؟ تعرف يعني ما أمك تدقى لك أنا أمدي لو أشوفها لو تنواني فما أبقى لك أسمع صوتها تدري لو أسمع صوتها يمكن ما أصد التلفون خليها تسول وفي ساعات يمكن أنت ما تحسك بالله أنا أحس فيها الحين بس لحظة راح تمر عليك لحظة تفهم اللي أنا قاعد أقصدها الحين وقتها ما راح تستانس ولا تفرح أنك جبت بيه بالماضح لاكس راح تفرح اللي دق عليك طلبات ما تخلص طلبات ما تخلص طلبات ما تخلص ما أقدر أوصف لك شعوري أو شنو أقدر أسميها الفرحة مو بالدرجة الفرحة من أمك ذكي لك أنا أنا أعطيك نصيحة واحدة بس أنا عندي باب من أبواب الجنة تسكر نتلحق على بابك قبل أن تسكر فهذا عمر قويل إن شاء الله موسيقى 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 إعلوم هلا يم إي عمرش بغيتي مشهد جميل ومؤثر الله يزيكم خير ويعطيكم العافية وطبعاً أحياناً أمكن الصياغة طلعت النهاري بدل البخاري عادي طبعاً عندكم شريف ثاني اللغة الجسد سميته ايش؟ من الجانب الآخر من الجانب الآخر رضاً طويل عشر دقائق وهذاك رمزي وفكري ما حطيته لأنه يحتاج لها تأمل ويعني وقت شوية الوقت قصير اللي هو لغة الجسد وممكن يشوفون الناس على موقعكم أنتوا إذن موقعكم استفهام يطلع على الشاشة ونحطها حتى الجمهور الله يعطيكم العافية ومزيد من العمال الاجتماعية والتربوية وكل ما يصب في صالح هذا الإنسان والتنمية المجتمع هنا وهناك وهناك مشكور عبدالله عنزين مجموعة استفهام وإزاقهم الله خير شكراً المجموعة الثانية الذين يركزون على السلبيات مجموعة تعرفت عليهم بعد ما دعوني قبل أربعة شهور من رمضان نشاط أو رابطة أو بسم الله والحمد لله والسلام والرسول الله تصحيح أن تقلت ما بين تركيا وإسرائيل نحن لا نعترف بدولة إسرائيل وهذه تأصيل عندنا حتى دولتنا رحمة الله عليه الشيخ جابر الأحمد يقول لو اعترف العالم كله بدولة إسرائيل فلن نعترف نحن بإسرائيل فنحن أيضا على هذه الخطأ إن شاء الله أما شباب لأنجل القدس هم عندنا من يفكر في القدسيون في المذابح الداخلية اللي انشغلنا بعضنا ببعض وتفرد اليهود بما ترونه وما يصنعونه بالأقصى يا جماعة فبعثوا لي الأخ عبد الرحمن الفيلة شاوي مرحبا بك فلما عرفتك وقال لي أنت مال سفينة مرمرة اللي تركيا وإسرائيل وإنت غزة بعد وفاتح مد ياسينا صح؟ أين أين نعم أبد الرحمن نشكركم على هذا الاحتمام وكي لا تغتال الذاكرة والحق لا يسقط التقادم فما بالك بالقدس شا اللي حملك أنت والفريق هذا سويته رارضا من أجل القدس خليت زاك خير روشين بلش بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام رسول الله تصحيح أن تقلت ما بين تركيا وإسرائيل نحن لا نعترف بدولة إسرائيل وهذه تأصيل عندنا حتى دولة في دولتنا رحمة الله عليه الشيخ جابر الأحمد يقول لو اعترف العالم كله بدولة إسرائيل فلن نعترف نحن بإسرائيل فنحن أيضا على هذا الخطأ إن شاء الله أما الشباب لأنجل القدس هم عندنا اللي هو القدس ليش القدس ليش حطينا همنا للقدس لماذا المسجد الأقصى أولا لأنه مختصب ثانيا هو عقيدة من نسبة المسلمين حديث رسول صلى الله عليه وسلم لا تشد رحال لا لثلاث مساجد المسجد الحرام المسجدي هذا والمسجد الأقصى فرأينا أن القضية تقلصت 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 حتى أصبحت قضية فقط تخص دولة فلسطين وهو يعني حقيقة المسجد الأقصى يخص كل المسلمين العرب وغير العرب و اكتشفنا أيضا هناك كثير من الفرق و روابط حول العالم تعمل لهذا المجال تعمل في هذا المجال تواصلت معه وتواصلنا من فترة نتواصل مع أدة مجاميع و فرق و روابط الان وجدنا رابطة شباب لأجل قدس يوم أنشأناها احنا في الكويت في شهر 2008 كان رقمنا احنا من ضمن هذه الروابط تقريبا 15 او 16 فلها انتشار كبير الان وصلنا إلى حوالي 30 اكتر من 30 رابطة حول العالم العربي و الإسلامي و حتى الأوربية لدينا رابطة في فرنسا في البوسنة في الجبل الأسود مشهرة جيد في السويد لدينا الآن فهذا العمل ما عملكم عجلس ندخل الآن أنتم تريدون أن تحيوا هذه المسألة ما عملكم؟ نحن عمل رابطة شواب جل القدس هي رابطة تنسيقية نشاطاتنا في التدريب و التعليم بما يخص قضايا القدس و النهضة في فكر الأمة نحو هذه القضية إحياءها من جديد هي موجودة لكن إحياءها بطريقة أخرى من جديد فبدأنا بعمل دورات تخصصية فيما يخص المسجد الأقصى و مدينة القدس عموما و قضيتها حتى نحييها على الساحل العالمية من جديد بدل ما كانت محوطة بدل ما كانت محكورة في دولة في مكان واحد ما هي قضية دولة؟ قضية أمة فهي قضية أمة الشيء الآخر لقينا أن الجانب الثقافي سيء جدا بالنسبة للناس تسأل الناس ما هو المسجد الأقصى؟ فالذي يقول لك القبة الذهبية ولا يقول لك القبة الفضية أو أعطيك أسوأ من هذا سألنا ناس موجودة باليوتيوب السألة هذه موجودة باليوتيوب في سنة 2006 يمكن سواء البحث أخوانا شباب دعجر القدس أين يقع المسجد الأقصى؟ تستغرب أن الناس أعطيتك مناطق غريبة أجيب لا تقول لكم حمد هكذا أحباط أبي مثل هالأشياء النتف التي موجودة كوب عليه الأقصى هذا رمل أو لماذا؟ هذا تواب من المسجد الأقصى المبارك تراب من المسجد الأقصى نعم هناك بعض أقصان من شجر الزيتون حتى نعيد إن شاء الله مرة أخرى إلى الأقصى بعثوا لنا أخوانا من القدس تحملوا نقلة وإيصالها لنا حتى نعيش معهم الهم و حتى يقولون لنا هذا شيء من لا شيء وهذا أيضا علبة فيها زيت أخضر حاد أخوانا من المسجد الأقصى المبارك هذا في أحد فعاليات التي شاركنا فيها رابطة شرب درج القدس هو إطار تنسيقي نحن نحاول ننسق و نرتب الجهود نحو القضية نحن لا نعمل بها ولا نقول أننا نحن الوحيدين لنعمل بس أبن بالكويت الهيئة الخيرية نعم نحن رابطة شرب درج القدس هي رابطة منبثقة من لجنة فلسطين الخيرية تابعة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية رسميا أنا عجبني لما تعرفت عجبتني مسابقة عندكم التي فيها أفلام قصيرة نعم أنا القدس مسابقة أنا القدس في إنستغرام عرمناها لشريحة الصغار أي هذا الرواعي أن تستهدف الشريحة التي تنسب بشكل قصير يناسب لغة العصر الإلكترونية السريعة الخاطفة فأنا ودي نشوف بعض هذه الأفلام لو يا المخرج تحط لنا بعض الأفلام القصيرة أنا أبنك ومنذ فتحت عيوني وقدس مهان سؤالي وحيد يا ترى هل ستغمض وهو على حاله الآن متى يأتي يوم أصرخ فيه أنا في القدس أنا في أحلى مكان سأرسمك وأرسم من هنا صهيون يذنسك أيا قدسي سأرسل في السماء حمام فيكعرني بقرب سلام مع الأحلام أترك رسمتي وأذنسك عبد الرحمن في الأشاوي ملتقاكم العالمي لرابطة شباب القدس انتهى الوقت وسوف تعطينا عنا نبذة الملتقة يجمع جميع روابط شباب القدس حول العالم ونجتمع في هذا الملتقة في دولة معينة نطرح القضايا العصرية الحالية من قبل متخصصين حول العالم في قضية القدس أو في هذه القضية المعينة ونطرحها ونناقشها ونبني مشروع معين نشتغل فيه نحن الثلاثين رابطة في خلال هذه السنة غير المشايع التي تشتغل في الدول وفي الأقاليم أشكر لك هذا الرحمن رابط لسبب الأجل القدس والآن مع فقرة كتاب كتاب اليوم بعنوان روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن قيم الجوزية من علماء القرن الثامن الهجري ما هي الدلالة التي أريد تصديرها باختيار هذا الكتاب؟ واحد الكتاب يتكلم عن المحبة والدين دائما عندما يسوق أو يكون في انطباعات كثير من الناس أنه يتجلى فيه معنى الصخط معنى التكشير معنى حرمة الحب معنى فهناك تصور نموطي خاطئ عن الحب في الدين واخترت هذا الكتاب بالذات لأن مؤلفه فقيه وألف في القرآن وفي الحديث وفي الفقه وفي السيرة النبوية يعني هذا رجل موسوعي جدا وفقيه فعندما يؤلف بكتاب مخصوص في الحب في تفاصيل التفاصيل ابتداء بأسماء المحبة وانتهاء بالهوى على ماذا يدل ذلك؟ يدل ذلك على أننا نريد من الفقيه ومن الداعية ومن المربي أن يكون واقعياً وأن يفهم دينه فهماً شمولياً فيتكلم بالحب ويؤكد وهو ما نقوله وتقره الفطرة والواقع على أن الحب أعظم عاطفة دافعة للإنجاز والحياة والنماء ولكنها إذا انحرفت أو تأصبت أو سيطر عليها النزوة أو قادتها اللذة كما يقول فإنها تتحول إلى طاقة مدمرة كيف هذا الإمام العظيم الذي تقول فاطمة المرنيسي الكاتبة المغربية الشهيرة العلمانية تقول لم أقرأ كتاباً في الحب كما قرأت لهذا الكاتب المحدث الفقيه الذي ينسب إلى المدرسة السلفية وأحد تلاميذ أحد فقاءاء الكبار كالإمام أحمد بن تيمية كيف هذه هي الرسالة التي نريدها الشيء الثاني نريد أن نفهم فنية التأليف يعني هو ألف عن الحب كتب عشر ورقات في كتابة زاد المعاد في هدي خير العباد باب الطب أن العشق مرض فعالجه هناك وكتب صفحات كبيرة خصصها لداء العشق في كتابه الجواب الكافي وكتب في مدارج السالكين ثلاثين تعريف عن المحبة والمعنى يختلف من مكان لمكان لماذا يكتب عن المحبة وبل يأتي هذا الإمام الفقيه المحدث السلفي بأبيات شعرية والله ما أقدر أقولها ويذكرها مرتين في الكتاب في فصلين مختلفين أبيات بن الرومي اللي أول بيت يقول أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تداني و نقط نقط صعب هكذا يكون الفقيه واقعي يجسد من غير إثارة الفتنة ولكن التشويق من أجل التسويق لذالة الفكرة لذلك يجرك معه عن الحب ومعانيه ودرجاته واللذة واصطدامها بالمبدأ و النظر و غائلته يعني النظر إلى الحرام والصور التي أهلكت الناس ثم ينتقل بعد ذلك لكي تتكلم في فصل في الحوار بين الكبد و بين القلب و بين العين من اللي يعني آذى هذا القلب والكبد هل العين أم أن القلب هو الذي اشتهى فسلط العين على المناظر الجميلة التي لها سهام مضادة في القلب فتشوشه جدل جميل و لطيف و يناقش و مناقشة طويلة لكي يستخلص في الأخير إلى ما يريد أن يصل إليه فيتكلم في الفصل النهائي الفصل التاسع والعشرون إلى في ذم الهوى و ما في مخالفته من نيل المراد و المعنى بمعنى أن الرجل مشى معاك بالحب و فصل في الموضوع و تكلم في أبوابه إلى أن يأك بخمسين نقطة يقع فيها الإنسان ضحية خمسين نقطة سلبية إذا استسلم الإنسان للهوى ولكن هذه الخمسين نقطة السلبية التي يقع فيها و هنا يحل التحليل نفسيا و يتكلم عن الإرادة و عن الخاطر و عن التصور و عن الإرادة الجازمة و عن التحليل نفسي كيف ينقذ الإنسان نفسه من دفعات الغريزة و من الحب الغير مرشد و من الحرام الذي يدفع الإنسان إلى عقوبتين عقوبة اجتماعية أو مرضية في الدنيا و عقوبة أخروية في الآخرة روضة المحبين و نزهة المشتاقين من الكتب الجديرة في القراءة في زمن تحول الحب فيه إلى غريزة و طار معناه و تبخر و تحول الكلمات تلف بورق من السلفان لخداع هذه أو ذاك وفق الله جميع ذو الحب الجميل باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل و استنزلوا بعد عز من معاقلهم فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة و التيجان و الحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار و الكلل فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا قد طالما أكلوا دهرا و ما شربوا فأصبحوا اليوم بعد طول الدهر قد أكلوا هذه الأبيات الشعرية للإمام أبو الحسن العسكري علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا من سلسلة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الخليفة المتوكل بوشاية أن الإمام العسكري أبو الحسن قد جمع قوما وسلاحا و يتأهب للانقلاب على الخليفة العباسي فأرسل إليه جندا اقتحموا عليه البيت و إذا بهم يجدون ذلك الرجل الزاهد يجلس على أرض على الحصى و التراب يستقبل القبلة يقرأ القرآن الكريم و عليه قطعة صوف حملوه كما هو و ذهبوا به و أجلسوه بين يدي الخليفة فلما علم ببراءته قال أنشدني شعرا يحبون المدح فقال عفني لست من أهل الشعر قال لا ألا تقول فقال له هذه الأبيات يعني البلاغة هي ماذا يعني مناسبة المقال لمقتضى الحال يعني رجل صاحب قرار سطوة ملك ماذا تقول له قال له بأخلاق آل البيت و أهل التقوى و الوراء فقال له باتوا على قلل الأجبال تحرسهم يعني الملوك و الرؤساء و الزعماء و القادة حتى الوزاراء و المسؤولين و الرؤساء الشركات و المديرين في الوزارات أخي باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل و استنزلوا بعد عز من معاقلهم و أودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة و التجان و الحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار و الكلل فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود و يقتتلوا قد طالما أكلوا يوما و ما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا أصبحوا وجبة دسمة للديدان و للبكتيريا و للتراب و آهن من هذا التراب لو أن الإنسان يعرف لغز الموت ما بعد الموت و أنه في يوم آخر و أنه ليس خالدا و يهرب من تلك الفتنة التي خلقها الله فيها و نباهه و استغلها إبليس هل أدلك على شجرة الخلد و ملك لا يبلى نعبة إبليس على غريستين غريزة الخلد الخلود و الملك و الخلود يقتضي ملك و الملك يغري بالخلود فمتى يتيقظ الإنسان متى يحقق العدالة متى يظن أو يتيقن أنه إنسان و ليس إله على هذه الأرض لكوننا صلى الله التوفيق للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلقاء يحلو إياكم فينا من نور سناياكم وعلى درب الخير يتينا بالفرحة شوقا نلقاكم أكرمنا بالخير المولى وعبير الأحساس تجلى نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المتلى من أجل الخير وبالرحمة هيا معنا نرسم بسماء وزهور الأمل نفرناها كنطويا حزان الأمة بلقاء يحلو وياكم فينا من نور